مرحبا جميعا وأهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية في فيديو اليوم بإذن الله سوف نقوم بحل وشرح فرض الفصل الأول في مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة الأولى متوسط النموذج الثاني أو نموذج الثانين ولكل من يريد مشاهدة نموذج الثاني أو الفيديو السابق الذي قمت به سوف يكون الرابط في صندوق الوصف and we have عندنا the first term English test يعني امتحان اللغة الإنجليزية الفصل الأول أو فرض اللغة الإنجليزية الفصل الأول عندنا أول حاجة راح نساط فيها في سجين تعنا أو في الموضع تعنا هي هو هو the text يعني النص عدنا النص تعنا راح نقرأ في قراءة القراءة اللولة اللي هي قراءة راح نقرأها عادة بش ن في كما نقولو نهزو أفكار على النص قراءة الثانية حنقرأ ونشرحوه والقراءة الثلاثة راح نقرأه في قراءة أخيرة مش نعرفو نجيوبه على الأسئلة إنه تقريب recognised للأولين يجيب تقريب على النص إذا نبدأ بالقراءة اللولة عندي النص Hello my name is Anima I am 12 years old I am from Algeria and I live in Constantine My birthday is in December يعني العيد ميلاد Birthday معناها عيد ميلاد is in December I am a pupil أعطي علي هايون Middle School I love my country How about you يعني وش قاتلي رانيم هنا قاتلي hello يعني مرحبا My name is رانيم أولا عرفتني بالاسم her name معناها اسمها الاسم انتحقتلي My name is رانيم يعني اسمي هو رانيم أو اسمي يكون is من الفعل to be لهو يكون اسمي هو رانيم أو اسمي يكون رانيم I am 12 years old يعني أنا 12 عمري 12 years old معناها 12 سنة I am from Algeria يعني أنا من الجزائر هنا وش قلنا هنا نتكلمه على الـ country معناها على البلد I am from Algeria كي نقول I am from Algeria معناها البلد اللي سكري فيه هو Algeria I am from the USA يعني أنا من الولايات المتحدة الأمريكية I am from Africa يعني أنا من أفريقاني حسب الدولة هنا the country يعني تكلمه على الـ country قاتلنا أيضا I live in Constantine يعني أنا أعيش في قسنتين قاتلنا من أين أنا قاتلنا أنا من الجزائر وقاتلنا وين تعيش بالضبط يعني المدينة اللي عيش فيها قاتلنا I live in Constantine My birthday is in December يعني عيد ميلادي في December December I am a pupil أتعالي هايون Middle School يعني قاتلنا أنا تلميذة أو متامدرسة في متوسطت علي هايون I love my country يعني أحبوه بلدي My country البلدتي How about you How about you ماذا عنك أو ماذا عنك يعني هنا را هتعرفنا Here Raniye is introducing herself يعني هنا رانيم را هتعرفنا في نفسها أعطتنا Her name الاسم انتحة Her age لغا ما رتحة Her country يعني البرد اللي عايش فيها and her city or town يعني المدينة اللي عايش فيها and الشهر the month of her birthday يعني شهر عيد ميلادها I am وثاني قاتلنا أو سمتلنا Her middle school يعني المدلة المتوسطة انتحة وقاتلنا في الأخر سقصتنا قاتلنا How about you يعني ماذا عنك أو ماذا عنك را هتسألنا باش نعرفوا نفسنا لها الان حد نقرها قراءة أخيرة باش نقدر جابة الاسئلة عندي Hello My name is Raneem I am 12 years old I am from Algeria and I live in Constantine My birthday is in December I am a pupil I am a pupil at Ali Hayoun middle school I love my country How about you and now we have the questions يعني عندنا الاسئلة reading comprehension جزء الاول عندي task 1 يعني تمرين الاول قلي I read the text and complete the table about Raneem يعني نقرأ النص ونكمل هذا الجدول حول Raneem يعني وش قال لي name age يعني رح نكمل الاسم وش هو الاسم هنا وش هو عمرها وش هو اسمها وش هو عمرها home town home town هو كما نقوله city أو town country هو البلد and the school school هي المدرسة أو المتوسطة وعدنا هنا النص باش نستخدموه أو باش نهزو المعلومات منه عندي اولا the name يعني الاسم her name is Raneem يعني الاسم انتاحه هو Raneem her age يعني العمر تحق لنا I am 12 years old يعني أنا عمري 12 سنة home town يعني town أو city يعني وين ساكنه هي وش قلت لنا قلت لنا I live يعني أنا أعيش في قسنطينة I live in قسنطين أما بنسبة country اللي هي البلد country هي البلد البلد هي وش قلت لنا قلت لنا أنا من الجزائر يعني البلد نتاعي هو الجزائر school أما بنسبة المدرسة اللي هي علي هايون middle school يعني متوسط علي هايون الآن نروحوا لتمرين الثاني أو الجزء الثاني and now to the second task عندنا أولا التمرين الثاني task two I circle the right answer يعني بنضع دائرة حول الإجابة الصحيحة عندي رانيم is a رانيم هو last name يعني لقب first name معناها اسم أول كما نقوله أحمد محمد أمينة or a color a color معناها لون راح نخيروا واحد فيهم رانيم is ورح نخيروا عندي الآن رانيم is years old يعني هنا رح نديروا العمر دائما كيكون بعدها years old معناها هذا هو عمر قلي 12 وقلي 11 هل هي 12 عشرة سنة 12 أو 11 years old معناها 11 عشرة سنة حمد دو استعى نخيروا الجملة اللولة أو الإجابة اللولة رانيم is a first name يعني رانيم هو اسم كيما نقولوا أولي يعني جاي في اللول كيما نقولوا أحمد محمد أمين أمين first name رانيم is يعني هنا رح نحطوه age يعني العمر نتاح رانيم is 12 years old يعني عمرها هو 12 كيما قلت لنا في النص الآن بنسبة task free يعني 83 الثلث I find in the text the synonym of the following words يعني نلقى في النص المراد في انتهاء هذو ثلاث كلمات أو هذو الكلمات الموالية عندي hi hi learner learner متى مدرس and anniversary anniversary كيما نقولوا عيد ميلاد أو كيما نقولوا احتفال أو hi اولا اللي هو الموالية افتحها هو hello hi hello learner learner نفس المعنى أو عندها نفس المعنى تاع pupil يعني تلميذ أو ثاني قدر نقوله student anniversary birthday anniversary معناها birthday الموالية افتحها يعني قريبا من المعنى هو birthday يعني عيد ميلاد أو كيما نقولوا حفلة يعني الآن عندي التمرين اللي بعد I supply the right punctuation and the capital letters يعني يعطاني جملة ما فيهاش كيما نقولوا right punctuation يعني تنقض صحيح كيما نقولوا علامات الوقف غالطة ما كان في بعض الحالات محتوش علامات الوقف and the capital letters يعني أنا نصحح هم نصح العلامات الوقف هذو ونديرهم وين لازم يتحطوا and the capital letters والحروف الكبيرة عدنا before يعني قبل وafter هي اللي رح نعدلوها عدنا أولا hello أول حاجة هح نديروها هي أنه نديرو ال H حرف كبير capital letter حولناه بعد هنا الكوس ال exclamation mark هذي رضيناها أو حولناها الفاصلة و كتبنا هنا my name is أمير my name is أمير الآية هنا رجعناها a capital letter يعني حرف كبير لأنه هذا عبارة عن first name يعني اسم أولي كما نقوله هنا حطينا نقطة ومن بعدها قلنا I I درناها a capital letter إنها جاء بعد نقطة I am ten years old وفي نهاية الجملة حطينا نقطة عادي and now for the fifth task يعني التمرين الخامس I put each word in the right place يعني أضع كل كلمة في المكان صحيح عندي date I عندي ربع كلمات date I say and my عندي هذا ربع كلمات نحطهم في الخانة المعينة وعندي بنسبة للخانات عندي A وعندي I A I A I يعني حسب النطق نبدأ السعب date date النطقة تحت هو A نقوله date أيضا عندنا I I نطقة تحت say say جاء هنا مع date عندنا نفس النطق نلاحظوا say date my عندنا نطقة I and now to the second part يعني الآن مع الجزء الثاني الجزء الثاني اللي هو الوضعية الإدماجية write an expression وضعية الإدماجية Matt wants to know more about you write an email introducing yourself يعني هنا قال لي وش نعرف name age يعني نعرف الإسم نتاعي نعرف العمر نتاعي المدرسة نتاعي city يعني المكان اللي نعيش فيه أو المدينة اللي نعيش فيها city ونقضى ثاني نجرفوا أشياء أخرى من عندنا يعني المهم نعرفوا أروحنا and now we have part two الآن عندنا الجزء الثاني اللي هي الوضعية الإدماجية كيف كتبنا الوضعية الإدماجية ها هي كي قلنا hello Matt how are you doing I hope you are doing great يعني مرحبا Matt أتمنى أنك أو آمل أنك بخير كيف حالك أتمنى أنك بخير وبدأنا نفروض الإدماجية قلنا today I am going to introduce myself for you يعني قلنا المات أنا رح نعرف بنفسي لك my name my name is Hannah I am 12 years old يعني عمري 12 سنة I am a pupil يعني أنا تلميذة I am in class 1MS يعني قسم Britney Spears يعني الإسم التاعه هو Britney Spears It's a dog يعني هو kelb Nice to meet you يعني سوريت بلقائك and I think this is the end of our video and if you like the video don't forget to smooch that like button in 5 4 3 2 1 and let's go and also don't forget to subscribe to our channel and bye see you next time and I'll see you next time